اشتركوا في القناة امس وقفنا عند المسائل الخمس في ابحاث التطور الداروينية وقلنا بان محل البحث هي المسألة الخامسة ولكنه ايضا لا بد ان نتعرف على المنظومة حتى نعرف اننا اين نتكلم وذكرنا بانه هذه المسائل الاربع او الخمس هناك مواقف واتجاهات متعددة في الموقف منها بعضهم كداو جينز مثلا اعتقد بانه حتى المسألة الخامسة ايضا نحن لا نحتاج ماذا الى خالق بل اصلا تتنافى مع نظرية ماذا وجود خالق لهذا الكون ولهذا العالم بعض قبل المسائل الاربع الاولى ولكنه لم يقبل ماذا ها المسألة الخامسة قال لا هذا لا ينافي بل يحتاج الى ماذا يحتاج الى خالق و الى موجد و الى مهندس لهذا العالم بعض لم يقبل افترض ثلاث مسائل او مسألتين من المسائل الاربع المتقدمة ولكن قبل ماذا وبعض رفضها جميعا قال ابدا ابدا لا نقبل لا نقبل ان الانسان من خلية اولى لا نقبل انه الانواع ماذا في تكاثر والتزايد لا نقبل ان المستودع الجيني يمكن ان يتحول الى ماذا الى نوع اخر لا نقبل ان النوع الواحد يمكن ماذا ان يترقى في مستودع كله لا نقبل طبيعي جدا هذه كلها مسائل طبيعية ولذا انا بالامس وعدت الاعزاء قلت انه ساقرأ جملة من الكلمات اللي كل واحد لعلها تشير الى اتجاه من هذه الاتجاهات التي اشرنا اليها تعالوا معنا الى الموسوعة العربية العالمية اعزائي المجلد الاول صفحة ثلاثمائة ودعش العمود الايمن والعمود الايسر مولانا هناك هذه عبارته اعزائي يقول اعتقد معظم علماء الاحياء لفترة طويلة ان كل نوع من انواع الحياة ظل كما هو دون تغير يعني المسألة ماذا المسألة الرابعة وهو انه يحصل تغير وتحول وتكامل في المستودع الجيني للنوع الواحد او لا يحصل لا لا يحصل وهذه مو فقط علماء دين وانما علماء احياء عزائي لانه العلوم ما كانت وتطور علم الاجنة والى غير ذلك فلهذا اعتقدوا ان هذه امور ثابتة غير متغيرة ولم تظهر انواع جديدة مذ خلق الكون هذه اشارة الى المسألة ماذا المسألة الثانية وهي انواع تتكاثر تتزايد او لا تتزايد لا تتزايد ما هذا الواضح صاح ولكن بدأ علماء الاحياء يشكون في تلك المعتقدات اذا المسألة من اين بدأت من علم الاحياء خلال اواخر القرن الثامنة عشر فقد لاحظوا والابتداء من اين بدأ بدأ من عالم النبات من عالم النبات انه وجد انه من خلال بعض العمليات يمكن ايجاد انواع جديدة انواع جديدة انواع جديدة فقد لاحظوا ان المزارعين انتجوا انواعا جديدة من النباتات والحيوانات بواسطة التهجين الانتقائي هو ينتقم لنا هذا الانتقام مرة يكون طبيعيا ضمن قواعد خاصة وقوانين للبيئة وللظارف ومرة يكون ماذا اختياريا اختياريا هسا يمكن ان يكون عشوائيا هذا مرتبط بالطفرة بعد هذا مرتبط بعلم الجينات الجينوم يحصل فيها ماذا طفرات مولان وبالاضافة الى ذلك اظهرت رحلات الكشوف مجموعة منعزلة من النباتات وادت تلك الملاحظات الى اعتقاد بعض علماء الاحياء التفجينا ان الانواع تتغير بمرور الازمان هذه المسألة ماذا الثالثة التي اشرنا اليها وهي انه يمكن ان يتحول نوع الى نوع اخر وان بعض الانواع تطورت اي تدريجيا من انواع اخرى هذا المراد من النوع من النوع في علم الاحياء الذي اشرنا اليه ثم هنا يأتي مولانا وخلال بداية القرن التاسع عشر اقتراح العلماء ويأتي الى داروين ونظريات ماذا داروين ثم ينتقل في صفحة عزائي بعد ذلك يبين ان الانتخاب الطبيعي ما هو بامكان الاخوة ان يراجعوا حتى بعد لنا اخذ الوقت المورد الثاني عزائي في المجلد العاشر من الموسوعة الموسوعة العربية العالمية المجلد العاشر صفحة 226 العمود الايمن احدثت نظريات داروين صدمات عظيمة لكل الذين كانوا يعيشون في عصره اذ كان الناس وما زالوا يؤمنون التفت بان الله قد خلق كل نوع من الكائنات الحية بطريقة مستقلة عن غيرها الله خلق يعني المسألة الخامسة كل نوع مستقل يعني نفي ماذا نفي انها خلية وتدرجت وصارت ونوعا وتحولت الى نوعين هذه كلها مجموعة الاديان اساسا تعتقد ماذا بهذا الاعتقال يعني الظواهر ادل النقلية كلها بهذا الاتجاه يقول بان الله خلق وكتابه الذي يطلق عليه اصل الانواع قد اثار بعض ردود الفعل لما اجتمل عليه من اراء تشكك في العقائد السماوية مولاد نقطة هنا مولاد ومن جانب اخر فقط احدثت هذه النظرية الى اخره بامكان الاخوة ايضا يراجعون البحر هذا المورد الثاني المورد الثالث اعزائي الموسوعة العربية العالمية المجلد الخامس صفحة 356 العمود الايمن اعزائي التفت جيدا التفتوا وقد اثبت علم الاجنة ان عوامل الوراثة تجعل من المستحيل تطور نوع الى نوع اخر هذه في مقابل نظرية من؟ ها دارون اللي يقول ان الانواع ما هي؟ يقول الان لعله في زمانة ما كان علم الاجنة واصل الى هذا المستوى لكن الان اثبت انه يمكن او لا يمكن يعني لا يمكن ان المستودع الجيني يتحول الى مستوجع الجيني ماذا؟ قد تحصل فيه بعض التغيرات قد تحصل في نفس المستودع الجيني للنوع الواحد تغيرات وتطورات ولكن ان يتحول المستودع الجيني الى ماذا؟ الى نوع اخر يقولون هذا غير ممكن هذا بعد ان شاء الله تعالى عندما نصل الى نظرية التطور الداروينية هذه اكثر تفصيلا فقط انا دعا اعطيكم الرؤية العامة يقول من المستحيل تطور الى نوع اخر لان هناك عوامل وراثية كامنة في خلية كل نوع تحتفظ له بخصائص نوعه ولا يمكن ان تزول ابدا من النوع ابدا وكم تريليون خلية اكو في الانسان ما يمكن انه هذه كلها تزول ماذا؟ كل نوات فيها كلها مجموعة شنو مجموعة الخصائص الموجودة في المستودع ماذا؟ الجينيون كلها موجود وهذا قابل للزوال لا مقابل يقول مقابل للزوال بحسب علم الاجنة وتحتم ان يظل في دائرة النوع الذي نشأ منه ولا يخرج قط عن نوعه ولا يتطور الى نوع جديد هذا مغلق هذا بعد تابع العلوم الطبيعي حسن انت تصبح بهذا الاتجاه واتصبح ماذا؟ بذاك الاتجاه فالقط اصله قط وسيظل قطا على الدور التفت جيدا خلوا ذينكم يمين بمشيئة الله تعالى ها اشارة الى المسألة الخامس والكلب والثور والحصان والقرد والانسان وكل ما يمكن التفت جيدا وكل ما يمكن ان يقع حسب نظريات الوراث العلم الاجنة هو الارتقاء في حدود النوع الواحد دون الانتقال الى نوع اخر وهي المسألة شنو؟ الرابعة التي اشرنا اليه ما قدر واضح؟ وهذه هواي الها اثار مولانا هواي الها اثار لانه اذا قبلنا هذه بعد خارج البحث اذا قبلنا ان لكل مستوى من مستويات البشر ها شريعة خاصة اذا كيف ينسجم ذلك ان الشريعة التي نزلت قبل 1400 سنة فاذا تطور هذا النوع الى بعد 5000 سنة وصار متطورا كذا هذه الشريعة كافية له او ليست كافية واذا تقول كافية كيف يمكن هذا واذا تقول غير كافية اذا ختم النبوة ماذا نفعل بها ما ادري واضح يا الله ومن هنا ما رد اخرج عن البحث كثير ومن هنا جاءت نظرية بعض المفكرين الاسلاميين قال اساسا لا اشكال انه يصل تصل البشرية الى مرحلة تستغني عن ماذا عن النبوة خلق اصلا معنى الخاتمية هذا يعني لا يوجد بعد النبي نبي اخر لماذا مو ان البشر يحتاجون نبي اخر ولكن الله بعد ماذا اطل بعد ما يريد يلطب بعباده يقول بعد تحتاجون له ما تحتاجون ما ادري واضح النظرية ايو لا مو انك تحتاج ولكن الله لا يبعثه نبيه لا انت بعد تحتاج مثل الطفل احد مرارا ذكرنا المثال هذا قلنا الطفل اول مريد يمشي لابد ماذا ان تمسك بيديه وتعلمه المشي بعد ذلك اذا اتعلم المشي بعد يحتاج واحد يقول بيديه ملا معدل هو مستقل هذه تساعد على ذلك او تفسر الشريعة تفسيرا على ما نقوله وحدة المفهوم وشنو بلي هاي مفاهيم عامة تصلح لكل زمان ولكن مو المفهوم يصلح لكل زمان المصداق شنو المفهوم يصلح لكل زمان بس المصداق شنو ها في تغير دائم بحسب مستوى ها افراد النوع الذي وصل اليه الانسان مادر واضح اي النظرية اذا من اين من اين جذورها مونا جيد هذا هماتي ان الموضع الاخر الموضع اللي بعده في صفحة 357 المجلق 25 العمود الايمن اعزائي والواقع ان هذه الاستكشافات الجديدة تدل على ان الكائن البشري المنتصب القامة الذي يسير على اثنتين لم يتطور عن كائن اكثر بدائية ابدا مولان تقولون هذا علم الاحافير تعالوا معنا لعلم الاحافير لنرى ان هذا الانسان المنتصب القامة واللي يمشي على اثنين الان هذا له تاريخ قبل عشرة الاف سنة وعشرين الف سنة وخمسين الف سنة له تاريخه قبل مليونين سنة مولان هو يثبت انه يقول الاحافير تثبت اكون انسان ويمشي على شنو طبعا على نظرية عبدالصبور شاهين هذا انسان له بشر مولان يقول له هذا بشر هذا مو انسان انتو اشتبعت وسميتم مو ماذا انسان نظريات بعد هذه كلها نظريات لا يمكن الوصول الى النتيجة هذه الاخوة يراجعون انا بعد هوي مطالب اكو بس اذا اردأ قرأي اخذ وقت عود على بد اذا محورنا اعزائي في هذا وهو المسألة الخامسة خلزكم يا مرحب قلنا هل ان نظرية التطور بمسائلها الاربع هل تلازم نفي وجود خالق او تلازم اثبات وجود خالق او لا تثبت ولا تنفي الماد ماذا يقول يقول هذه تلازم نفي وجود الخالق بعد ماذا اذا ثبت هذا هذه نظرية التطور ثبتت فالمادة مو فقط لا تحتاج اذا تنفي حاجتها ماذا الى الخالق لانه هي خاصية المادة مادة واضح اصحاب نظرية التصميم الذكي ماذا يقولون او بتعبير علم الكلام عندنا ماذا برهان النظم او دليل النظم حسن بعدين ان شاء الله سيتضح لكم انه هذا البرهان او هذا النظام او النظم هذا برهان له دليل شيخ الجوادي لا يقبل ان هذا برهان وانما يعتبره ماذا دليلا يقول هذا جدال بالتي هي احسن وليس برهانا فلسفيا هذا ابحاث نقف عندها ان شاء الله اذا وفقنا لانه هذا من اهم الادلة التي استند اليها القرآن والسيد الشهيدة مصرح في الاسس المنطقية ان اهم دليل لاثبات وجود الله هو شنوه ها هو النظم لانا ولكن بطريقته على اساس الاحتمال على ايو ابحاثه تأتي اذا يوجد اتجاهان الاتجاه الاول يرى بانه ما هو اعزائي ها ينفي وجود الله اللي يقولنا هذا الاتجاه المادي والذي يعتقد بأزالية المادة وخواص المادة التي اوجدت هذا النظم في العالم الاتجاه الاخر يقول يثبتو ماذا شنو وجود خالق من هنا انا اريد ان اقف عند بعض التحديات التي تواجه نظرية ماذا نظرية التطور طبعا لا انسى ان اقرأ او اذكر للاعزة السيد الطباطباء رحمة الله تعالى عليه في عبارات هنا في الميزان المجلد الرابع مية واربعة واربعين لم يقبل حتى ماذا حتى المسألة الرابعة فضلا عن المسألة الاولى او الثانية او الثالثة مولانا ماذا كانت المسألة الرابعة ما هي انه في النوع الواحد هنا يقول هذه عبارته بعد ان يذكر نظرية تطور الانواع لدارون ما يجي بالاسم ولكن واضح يقول وهذه فرضية افترضت لتوجيه ما يلحق بهذه الانواع من الخواص والاثار من غير قيام دليل عليها بالخصوص ونفي ما عداها يقول فرضية كفرضية ولكن يوجد دليل عليها توجد شواهد لاثباتها ولا توجد طبعا هذا الكلام في ذلك في زمانه لعله ولكن في زماننا الان هناك شواهد كثيرة تقول انه نظرية التطور بعد الستينات يعني عندما دخل علم الاجنة وعلم الهندسة الجينية على الخط احتيت نظرية دارون ماذا؟ من جديد يكون في علمكم نعم ما بين الحربين العالميتين اربعينات الخمسينات واقعا خفت ماذا؟ خفت هذا هذا المعنى ان شاء الله بعد ذلك سنقرأ لكم من كتاب اصل الانواع لدارون اعزائي اللي بترجمة اسماعيل مظهر او مظهر ما ادري اسماعيل مظهر لعله عرب بلي بلي موجودة وسهلة ترجمة اللي عندي انا هادم لانا هذا الترجمة الاساسية عندي لانه هو خبير في هذا المجال اسماعيل مظهر او مظهر ما ادري انا قلت لكم الضبط لا اعلمه عرفته شون هناك يقول يقول قد يخامرنا الشك في ان كتابا غير اصلق ما عدا فلان احدث اثرا كبيرا مثل كتاب اسعاق يوتن مولانا المبادئ كذا هو انه طبع تفكير بطبع فلانا فلم يكن اذا عبارة عن بحث اثباء فلانا وان الانسان حيوان بل تعدى ذلك الى مناح التفكير وثم يصل الى نتيجة يقول بانه دارون في العدوم الحديثة مولانا دخل التاريخ من اوسع ابوابه مولانا لانه هذه المسألة الان بالعلوم الحديثة اذا تذكرون علم الاهندسة اشارنا بعض العلوم هذه احية النظرية جانية يعني وجدت شواهد جديدة على ماذا ها على نظرية دارون سيد الطبطباء يقول فرض ولكنه اولا لا نقبل ان يتحول نوع الى نوع اخر ولا نقبل انه من خلية بسيطة صار ماذا نوع ولا نقبل ايضا تطور النوع الواحد تطورا ماذا جوهريا مؤثرا لعد ما الذي تقبله سيدنا التفج جيدا يقول مع ان هذه الانواع متبائنة من غير اتصال بينها بالتطور هذه اشارة الى ماذا الى المسألة الثالثة التي اشرنا اليها وقصر التطور سيدنا اي مقدار من التطور تقبل وقصر التطور على حالات هذه الانواع دون ذواتها يعني التطور جزئي له جوهري اعزائي جزئي وخلاف العبارة اللي قرأناها ماذا من الموسوعة العربية العالمية انه لا الان يقولون ممكن للنوع الواحد في المستودع الجيني ماذا ان يتطور تطورا ورقيا كبيرا جدا يقول قصر التطور حالات هذه الانواع دون ذواتها وهي التي جرت فيها التجارب فان التجارب لم تتناول فردا من افراد هذه الانواع تحول الى فرد من نوع اخر كقردة الى انسان هذا على التصور الذي يعتقد بانه القرد في نسل ماذا الانسان يقع في نسل من في نسل القرد وقلنا بان هذا الكلام صحيح عن دارونا وغير صحيح غير صحيح بس المشهور هالشكل لكنه غير صحيح هذا عزائي وانما يتناول واللي يقول هماتيانا كلام غير دقيق يقول ولم يتناول التجربة ما تناولت فردا من القرد تحول الى فرد ماذا من الانسان خودة يقول همولانا تحول في مليار سنة شون يصد تشربة همولانا هذا اذا تصوروا انه يقع في خمسين سنة مئت سنة مئتين سنة ثلاثمين سنة يقولوا خوالف سنة مولانا القروض في افريقيا ما تحولت شنو هذا خمو نقض للنظرية هذاك اللي دا يدعي اولا ماذا يقول القرد صار انسان وثانيا ماذا يقول انه تحول ماذا في مئت سنة والف سنة وكذا وانه دا يتحول في نصف مليار سنة مليار سنة عزائي علي الاحوال نعم بعض الانواع من حيث خواصها ولوازمها واعراضها ثم يقول العلم لا يساعد على ذلك مو مهم هذا ونفس هذا الكلام اذا تذكرون قلنا بان عبدالصبور شاهين عزيزي في صفحة مائتين وواحد واربعين اشار الى النظرية نظريته هذه خلاصتها اما في خصوص ادم وعلاقة ادم بما كان قبله من المخلوقات ان الارض عرفت هذا الخلق يا خلق يا خلق البشر الذي ظهر على سطحها منذ ملايين السنين فاذا البشر تاريخ مولانا عشرة الاف سنة خمسين الف سنة لا مولانا مليون سنة لا مولانا فاذا لا تقول لي بانه اكو هناك احافير تقول ان الانسان عمره ثلاثة ملايين سنة لا هذا مو الانسان وانما ما هو وانما هو البشر وقد اطلق العلماء على هذا المخلوق خطأا لفظ انسان هذا مو انسان نعم كان يمشي على جنو على اثنان انسانية الانسان فمو مشي على اثنان انت تعلم حيوان يمشي على جنو على اثنان نفس الانسان قد يصاب بعاهة يمشي شنو على شنو على اربع يعني اذا مشي على اربع يخرج عن انسانيته فاذا انسانيته ليس ماذا بالمشي على اثنين او بالمشي على اربع مولانا فقالوا انسان بكين انسان جاوة انسان كينية وهكذا لان هذا كله الى تاريخ الخاص هذا مرتبط بالنوع كله شنو نوع واحد ولكن ماذا متطور واستخدام كلمة انسان في وصف هؤلاء ليس الا على سبيل التوسع وانا فاللفظ الدقيق بلغة القرآن والذي ينبغي ان يستخدم في تسمية هذه المخلوقات الحقيقة التي تدل عليها الاحاديث هو البشر وليس ماذا طبعا هذا هو ينقوض اكو من الايات القرآنية ها انه باب الله سبحانه وتعالى سمى هذا الانسان شنو ها سماه بشر على الاحوال اما الانسان فلا يطلق بمفهوم القرآن الا على ذلك المخلوق المكلف بالتوحيد والعبادة والذي يبدأ بوجود ادم وقبل ادم احنا عدنا انسان لو ما عدنا انسان تكليفا ما عدنا انبياء ما عدنا شرائعا ما عدنا ووووو الى اخر جاي ها ستعالوا معنا الى النظرية اذا تذكروا قلنا بانه نظرية التطور الداروينية بمسائلها شنو الاربع الاولى الخامسة الان وبينها الان اريد اقفوا واجهت تحديات كثيرة من التحديات اعزائي يا تحدي كان التحدي الذي نقلناه للاعزة بول ديفيز الذي قال التعقيد غير القابل للتفسيط قلنا بانه بناءا على التدرج في تكامل هذه المستودع الجيني والاعضاء والوظائف اذا لا بد ماذا ان هذه العين بهذه الدقة مرت بملايين السنين الى وصلت ماذا هذا لازمه انه كان يرى او لا يرى لا يرى هذا التحدي الاول الذي قلنا وهو قال في الاخير قال وانه هذه من الثغرات الاساسية التي تواجه ماذا نظرية داروين التحدي الجديد لهذا التحدي الجديد اعزائي وهو هذا خلي ذهنة كمي اعزائي هذا الكتاب اصل الانواع الداروين الكتاب مولانا يعادل كل عمر من داروين لانه اشتغل عليه لا اقل مدة عشرين عام كما يقول في المقدمة اعزائي في المقدمة اكو في الكتاب مقدمة ثمانية وسبعين صفحة جدا مهمة اعزائي جدا تاريخها كلماتها من اقدم العصور الى يومنا هذا خصوصيات النظرية تطورات النظرية ماذا كان الان اين وصلت ثمانية وسبعين صفحة يعني انت تقف على الصورة كاملة هناك في صفحة سبعة وخمسين يقول ملخص كامل احصى فيه النتائج التي اطمأن اليها في مدى عشرين سنة قضاها باحثا في اصل الانواع عزائي اللي اذا يتذكرون قلنا من رجع من سفينة بيق المولانا سبعة وثلاثين الى ماذا ها الى الف وثمانمية وتسعة وخمسين الى حدود عشرين وثانين وعشرين سنة وهو يقول انه الاكثرون يدخلون التاريخ من الباب الخلفي فلا يلبثون غير قليل حتى تغمرهم موجات الزمن اما داروين وبيده كتاب اصل الانواع فمن القلة القليلة الذين دخلوا التاريخ من بابه الامامي ولم يدخل خلصة بل دخل التاريخ وبابه الامامي مفتوح على اصراعه وسيبقى اعتقاده لانه هو من المدافعين عن من ها مدافعين عن النظرية بمسائلها الاربع المتقدمة اللي اشرنا اليها اهمية هذا الكتابة مبينا اما مولانا اصل التحدي وين التفتول يا اعزائي اصل التحدي في صفحة اربعين خلوا ذهنكم جيدا يامي هذا التحدي الجديد الذي يواجه النظرية ماذا ها الداروينية ولكن سيد تحدي يواجه النظرية الداروينية يقول كان مذهب داروين انتصارا للمادية وبلا اشكال لانه المادية الحديثة واحدة من اهم اسسها من اين بدأت ها بدأت من نظرية داروين التفت ولكنه انتصار لم يكن حاسما ولم يكن قاطعا مجازم مقطعي لماذا غير ان الفكر بعد ان اصطدم بصخرة التطور مضى يتخبط غير مستقرا ومضى زمن طويل قبل ان يدرك سواد قبل ان يدرك سواد الناس ان داروين انما تناول ببحثه العلمي عصر ما بعد الخلية مو قبل ماذا مقصود الخلية الحية مو ما قبل الخلية الحية وهذه اسقط ما في ايدي الماديين لان الماديين تصوروا ان داروين ماذا حل مشكلة التطور مولانا من اين من المادة الجامدة الى ان يصل الانسان الى اعلى المستويات بعد ذلك ان تضالح ان داروين بدأ من هناك لو بدأ ما بعد الخلية ومن هنا وجدت مؤونة وكلفة شديدة على القائلين بماذا ها بالمادية المحظة وانكار من وانكار الخالق يقول هاي الصخرة الصماء التي وقفت امام من لانه هو من المؤمنين بوجود الله منه اسماعيل مظهر مؤمن ولهذا يعبر شوفه شون انظروا الى التعبيرات يقول انما تناول ببحثه العلمي عصر ما بعد الخلية التي هي اساس الحياة بكل صورها ولكنه لم يعرض للبحث في عصر ما قبل الخلية ليعرف كيف نشأت الحياة في تلك الصور وكيف انتقلت المادة غير الحياة الى ماذا لا اصلا نظرية داروين مو في العالم هو بدأ من اين بدأ من هالمرحلات كما كما انا وانت بدأنا ماذا من ادم عبدالصبور شاهين من ين بدأ من البشر اذا راح خطوة قبلنا المادية مكتفت انها بدأت مما بدأ منه داروين ذهبت ماذا خطوة قبل ذلك قالت لا اساسا المادة غير الحياة تطورت فصارت ماذا مادة حياة وهذا اللي يعبر عنها ماذا بالتوالد الذاتي او خاصية المادة مادة الواضح ازاي جي التفتوا قال هي اساس الحياة بكل صور ولكنه لم يعرض للبحث في عصر ما قبل الخلية ليعرف كيف نشأت الحياة في تلك الصورة البسيطة لانه بدأ النظرية من اين تبدأ تبدأ من خلية بسيطة اعزائي ومن اين هبط ذلك السر الرهيب سر الحياة الذي جعل من المادة الجامدة كائنا حيا خطابي واقعا لجميع الاعزاء اين ما كانوا واين ما يستمعون او اعزائي واقعا قبل ان تذهبوا الى بحث نظرية داروين ابحثوا اين في هذه المعضلة هاي المعضلة وانا على اطمئنان ما اقول على اليقين على اطمئنان ان هذه معضلة ليست قابلة للحل ببسط كونوا على ثقة واؤلائك الذين ادعوا انهم حلوها حلوا هاي المعضلة يعني الانتقال من الجماد الى ماذا الى الحياة بعد ذلك ساقرأ لكم عباراتهم كيف يتكلمون هل يدعون انهم حلوا هذه المشكلة او انهم لم يحلوا هذه المشكلة اختفتوا لي اعزائي عندما شعر الماديون بان انتصارهم لم يكن حاسما وقاطعا اعرفوا التحدي الاصلي اين اعزائي هنا فيها النقطة فيها المحور فيها النقطة هذه وان الحياة وان شئت فقل ما هي الحياة هي الصخرة التي تتحطم عليها اسس المادية يا مادية يا مادية التي تقول استغناء عن من عن الخالق قالوا بالتوالد الذاتي وقالوا بخاصية المادة وان المادة وان المادة بتفاعلاتها الكيميائية وكذا تحولت صدفة الى ماذا الى كائن حي والى خلية بسيطة هنا ان شاء الله تعالى في الابحاث القادمة في الاسبوع القادم ساقف عندكم انه اذا تريد ان تتحول خلية غير مادية الى مادية او خلية غير حية الى حية ماذا نحتاج من الزمان والكون والحركات حتى يتحقق ماذا وان هذا ممكن او غير ممكن ملا اذا لا تروحون هي تضعون يدكم على التطور افترضوا سلمنا معكم كل المسائل الاربع ماذا فالتطور احنا الان حديثنا وين واطمئنوا انا الى الان لم اجد من من تكلم في نظرية التطور ومع الملحدين بهذا الترتيب ما اريد اقول هاي المطالب اللي اقول ما موجودة لا لا عزائي انا لست ممن ادعي اني ابدأ من الصفر انا ابدأ من حيث انتهل اخرون والذي يدعي انه يبدأ من الصفر فهو صفر لان العلم لا يمكن الا ان يكون له ارتباط الهي ذاك يبدأ شنو من الصفر من حقا لانه مرتبط بغزائن الغيب ولكنه انا وانت ما دمنا في هذا العالم لا يمكن ان نبدأ مني من الصفر ملا احنا ابدعنا احنا فعلا لا لا مو اي شكل ولكنه ايضا للانسان قدر على ان يضيف اشياء يضيف لبنة هذا رسول الله انما بعثته ليه اتمم مكان عجيب يا بلي يقول هؤلاء اخوان الانبياء السبقون اخوان اخوان مو وعد يجد اخر الناس اخوانا سيد الانبياء والمرسل طبعا مع اعزاء انا خطاب مو لذول ملحدين خطاب منه للمتدينين اللي قاعدين في المجلس يبال لا مو بعض الاحيان يعترضون عليه يقولوا سيدنا هذا خروجا عن الموضوع انا ما اقول لهم حتى انه لكم التفتوا لي جيدا قال التفت قال اي الحالة تولوا من غير مادة حية غير ان ذلك لم يقم على شيء من حقائق العلم انتو تقولون بانه العلم يستطيع ان يثبت ان المادة غير الحية تحولت الى ماذا الى مادة الحية اقيم الدليل لا دليل فلسفي لا دليل شنو علمي ونحن هم نقيم الدليل الفلسفي على عدم الامكان وهم سنثبت لكم من الدليل العلمي ان هذا ممكن وغير ممكن هذا يأتي بحثه انتظرون انتظرون مولان اني من المنتظرين لكم ولارائكم ولادلتكم ولم يثبته الاسلوب العلمي لان العلم انما يثبت كما قال باستيان ان كل حي انما يتولد من حي مثله ولا يمكن للحي ان يتولد من غيره حي واذا فهناك حادث خطير وقع فاصلا بين عصرين عصر ما قبل الخلية وعصر ما بعد الخلية وفي الكشف عن السر الذي يختفي من وراء ذلك الحادث ينطوي مستقبل الانسان كله هنا نقطة الفصل هنا هو هنا المنعطف اعزائي هنا المنعطف لا تخبض واقعا لا تشغلون انفسكم نظريات التطور الدين يقبلها ما اصلا كل الناقبل اصلا سلمنا معكم كل الذي تقوله نظرية التطور الداروينية كلها شنو صحيحة بعد ما عدن خلال ما بمشكلة هذه ولكن المشكلة اين ينطوي انه مبدأ الانسان مادة او ما وراء المادة هذا البحث هنا يقول ايتجه الانسان ايتجه الى المادة ام يتجه الى الروح ايون منهم طبعا الروح يعني ما وراء شنو ما وراء المادة النقطة المركزية ولهذا في البحث السابق انا ماذا قلت لا عزائي قلت المسألة الخامسة هي شنو ما حطوا كلامهم ولذا انتم تجدون جملة منهم ماذا قالوا التفتيو جيلة جملة منهم ماذا قالوا هذه مولانا امامك صفحة ميتين وثلاثة وسبعين مائتين وثلاثة وسبعين من كتاب اعزائي الموسوعة الفلسفية العربية مو الموسوعة العربية العالمية الموسوعة الفلسفية العربية رئيس التحرير معا زيادة هناك يقول بانه ومن ابرز النشوئيين العرب المؤمنين التفت جيدا نشوئي يعني اعتقد بنظريتي ماذا نشأة الانسان لداروين ماكو عدة مشكلة كان اسماعيل مظهر او مظهر مولان صاحب مترجما هذا الكتاب الذي عارض على التوالي الافغاني لان الافغاني كتب رساله في الرد على الدهريين واتهمه بانك فهمت النظرية او لم تفهم قالت ما فهمت النظرية النظرية مو تريد ان تنفي ماذا شنو؟ وجود الخالق والمصمم والمهندس ما ادل واضحي ولا اعزي وجود الخالق النظرية مو بصدر ولهذا انا مؤمن واعتقد ماذا بالنظرية وعلى الذي يقول يوجد تنافي عليه اثبات ذلك بالدليل اعزائي يقول لانه رفض المذهب برمته دون ان يتفهمه كما رد على شبل مولان الذي ربط مذهب النشو بالالحاد ويمكن القول بان سلام موسى كان احد اولئك الذين بسطوا مذهب النشو عند الى اخره انا الان سؤالي في هذا اليوم عدي خمس دقائق وقت مولان هذا وهو اذا تذكرون اذا تتذكرون قلنا بانه داروين شارلز داروين انتهى اخيرا الى ماذا في حياته في مبدأ في الاعتقاد بالله الى ماذا الى اللا ادرية وقرأنا عبارته واضحة من موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي 474 قال بانه لم اصل ابدا الى الالحاد بالمعنى لكني اعتقد على وجه العموم كلما امتد بي العمر ان الوصف الادق لحالة العقلية اللا ادري جيد الان مو بحثي هنا بحثي عندما حقق هذا الكتاب يعني ماذا يعني عشرين عاما بحث وانتهى الى ماذا الى نظرية التطور وكتب الكتاب بعد عشرين عام يعني اش قيل يعني الف وثمانمية وتسعة وخمسين انا بعد لا اعلم بعد ثمانمية وتسعة وخمسين هل كان لا ادريا او كان ملحدا او كان مؤمنا بالله ياهو ومع الاسف الشديد لم اجد احد اشار الى هذه المؤمن اقولها صريحة لم اجد احد ماذا كان انا راح اقرأ لكم عبارته ملانة عبارة منه فسيتضح لكم انه داروين مكان مؤمن العارف بالله داروين وحقكم لا تصدق انا قرأت لمجموعة من الاعزاء قلت لهم ما راح اقول لكم هاي العبارة لمن فاقرأ لكم اياها شوفوا هاي العبارة تشبع عبارات من قال عبارات فتعارفها قلت لبل يا العارفوا بالله دارونا ساقرأ لكم العبارة شوفوا بانه بيني وبين الله ماذا يستنتج اين يقول هذه العبارة يقولها في اربعة اسطر من اخر الكتاب خلاص يعني خاتمة شنو خاتمة تحقيقاته لعشرين عاما وواقعا اوجي خطابي لكل اعزتي من هؤلاء الذين يتمسكون بهنا وهناك مولان انتم طالعتم هذا الكتب لو ما طالعتموها دققتم فيما يقول هؤلاء الاعاظم بلي اعاظم بلي حتى واحد لا يقول لي سيدنا لماذا انت لا 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 ابدا علماء كبار هؤلاء الذين استطاعوا ان يحركوا هاي العلوم بهذا الشكل الناس عاديين مولانا اورستع عادي ولهذا تجل حتى شاء حسن زاد يعتقد انه نبي لماذا يقول بابا لا يمكن احد مولانا ان يقول شيء 2500 سنة يجر البشرية خلف مولانا كأنه قطار مولانا وده يجر البشرية سهل هذا يعني ابن سيناء سهل الف سنة مولانا قانونه يصيره الكتاب الاصلي في علوم الطبية والفلسطة وإلى غيره هذا انسان عادي مولانا ما يمكن ان يكون عادي ما يمكن اقرأ لك عباراته لمن مولانا ها للعارفة بالله دارون التفتول للعبارات في صفحة خمسمية وتسعة وخمسمية وعشرة اللي اخر البحث هاي من تعليقاتي على الكتاب هنشوفوا اخر شنو اخر صفحة بعدها بعدها شنو الفهارس تشوفوها انا البيوديا اللي عايزة يشوفوها مع الاسف ما يوجد هنا كاميرا حتى تأخذ الكلمات حتى يتضح يقول التفت جيدا وهكذا خمسمية وتسعة وخمسمية وعشرة وهكذا فان اسمى هدف في هذا العالم عجيل يعتقد ان هذا العالم بشنو هدف وغاية المادة عده هدف وغاية له ما عده المادة العمياء عده هدف ولا ولا يقبل احد انه عده هدف ولا يوجد مادي يصر يقره ان المادة لها ماذا هدف وغاية يقول فان اسمى هدف في هذا العالم الا وهو نشوء الحيوانات الراقية يقول تبين ان الخلق كان له هدف الذي خلق هذا الخلق كان عنده هدف ان يوصل هذا الخلق الى ماذا الى الارتقاء ويصل الى ماذا الى ماذا الى ماذا الى هدفه هدفه ما هو اعلى مخلوق راق وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه التفتوا جيدا يقول وهو نشوء الحيوانات الراقية ليتحقق مباشرة هذا كيف تحقق هذا النشوء من حرب الطبيعة من الجوع والموت يعني الانتخاب الطبيعي يعني بيني وبين الله هذه الخلية بدأت وتكاملت وحصل النوع الاول والانواع وتكاملت وحصلت الانواع الجديدة فانتجت لنا ماذا ها اخر قائمة في الانواع ما هو ولكنه هذا الانتخاب الطبيعي من اهم عوامله ما هو الجوع والموت التفت جيدا هسا هاي العبارة العارفة اسمع ان هناك في هذا العالم وهذا الكون ان هناك جمالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة بقواها العديدة التي نفخها الخالق لأول مرة في عدد قليل من الصور او في صورة واحدة اذا الخلية الاولى الحية من نفخ فيها الحياة الخالق اذا بالنسبة الى داروين المشكلة شنو هذه تواجهه هذه الصخرة الصماء ولا تواجهه حاله هو حاله اعتقد انه خالق حولها من ما نعم تطورت المادة غير الحية الى مادة شنو ولكن مو بالتوالد الذاتي مو بخاصية المادة وتفاعلاتها الكيميائية بل بماذا بنفخ ونفخت فيه من روحي وهذا مصطلح النفطة مصطلح دينها وهو شنو والده كان مرشح انه يروح يقرأ علم شنو لهوت متدين كان ولكن قال شبه ما اصلح لهذا العمل والطب مدخل ووجهت سنتين وما اصلح لهذا العمل خلص اعيد العبارة اعيد العبارة يقول ان هناك جمالا يعني في هذا الكون جميل الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين هذا نص قرآن هذا ما رد يقول بانه قاري قرآن وترجم للقرآن ابدا ولكن هاي المنظومة الدينية هاي هذه ان هناك جمالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة اللي لها هدفية وتريد ان تصل ماذا الى موجود ارقى بقواها العديدة التي نفخها الخالق لأول مرة في عدد قليل من الصور بل في صورة واحدة يعني شنو ها يعني لا خلية الاولى الصورة واحدة يعني شنو خلية اولى بسيطة بها تعقيدة ولا يوجد فيها تعقيد لا يوجد فيها وهو كذلك لانه يعتقد ان كل هاي الانواع بدأت من صور خمسة ثم صارت خمسة ملايين لهم من صورة واحدة يقول من صورة واحدة في عدد قليل من الصور او في صورة واحدة وانه لبينما ظل هذا الكوكب يدور طبقا لقوانين الجاذبية الثابتة كانت وما زالت تتطور اكو ثبات لو ما اكو ثبات من حق عند قرائم تقول بانه يوجد ثبات او لا يوجد ثبات لا يوجد ثبات من حق هذا انا ما رد ادخل في المسائل الاربع الان احنا بحثنا اين الان ها؟ في المسائل الخامسة وانه لبينما ظل هذا الكوكب يدور طبقا لقوانين الجاذبية الثابتة كانت وما زالت تتطور من مثل تلك البداية البسيطة يعني ماذا؟ ها؟ الخلية البسيطة من مثل تلك البداية البسيطة تتطور صور لا نهائية من الحياة يعني بيني وبين الله اذا تريدت لقالك فالعالم دين يريد يحسي شون يحسي بعد وهو الذي انشأت من نفس الواحدة تقرر منه وها مشت مشت بيه انت بيني وبين الله من تقرأ ولهذا قلت بانه بيني وبين الله لمباشرة اللي تقول نظرية التطور الداني داروينية مخالفة دين وما انت متى تفهم لعدل نظرية متى تفهم النظرية انت من اين قلر نعم اذا استطعت نجمع مجموعة قراءة علمية تقول بانه بيني وبين الله هاي القضية اللي دي يقوله هنانا بها اشكالية هاي دي هاي شنو اشكالية نوع ما يقدر يتطور الى شنو نوع انت من حقك اما لا تقولي بها هاي المنظومة شنو هي باطلة هذا هو صاحبه هذا يقول دي يثبت ان الغلية بدأت ممن اما والله استغرم انا يعني انت شايف ملكيون اكثر من الملك التفتوا جيدا اقل اكملها قال وما زالت تتطور من مثل تلك البداية البسيطة صور لا نهائية من الحياة غاية في الجمال هاي بينك وبين الله ما للمادة العمياذا غاية في الجمال وغاية في العجب اصلا يقف الانسان شنو متعجب حائر اي نظام عنده يحكم هذه الخليقة نعم اكتفت جيدا ولكنه داوغنز ماذا فعل اعزال ها اذا لا يقول لي قائل بانه واحد يجي يقول لي داوغنز بيني وبين الله اثبت بانه داروين ينفي شنو لا لا نعم هو يريد يتقدم خطوة الى الوراء ويقول لا داروين استطاع ما بعد الخلية الحية يثبت التطور انا اثبت شنو ما قبل من حقه من حقه فلا فلا نستمع لداروين لنستمع داوغنز ماذا ما قبله لنرى انه استطاع ان يحلى المشكلة او لم يستطيع والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة